وصية العباس لابنه عبد الله لما قربه وعمر بن الخطاب سنتحدث عنها لكن نريد في البداية التعريف إجمالا بالشخصيات الشخصيات ثلاثة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان أسن بني هاشم ولهذا لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أول من صلى عليه العباس وهو أحد اثنين من أعمامه الذين أسلم وهما حمزة قبله والعباس رضي الله تعالى عنه أبدا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله إجلالا عظيما هو أحد الذي نثبت في معركة حني وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده كانوا يعظمون أمره ويعرفون قدره لمكانتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان رجلا من عقلاء العرب في الجاهلية والإسلام وله شأن عظيم وأما عبد الله فهو أحد أبنائه وإلا له أبناء غير عبد الله لكن عبد الله هذا رضي الله عنه أرضاء المشهور أنه أسلم قبل الهجرة بثلاث سنين وكنيته أبو العباس وهو ترجمان القرآن كما يعلم وحبر هذه الأمة لأنه أدركته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأوين وقد كان نشأ محباً للعلم كثيراً أدب وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته يوماً وقال له الحديث المشهور يا غلام أحفظ الله يحفظه وأما عمر بن الخطاب فهو أمير المؤمنين وهو أشهر من أن يعرف به ولي الخلافة بعد وفاة الصديق رضي الله عنه أرضاء بعهد من الصديق فالقضية التلخص في أن عمر كان يقرب عبد الله بن عباس مع أنه صغير السن ويدنيه منه ويسمع منه ويستفهم فالعباس وهو أسن طبعاً من ابنه يرى أن عمر يترك بعض أكابر الصحابة ويستأنس ويأخذ برأي عبد الله بن عباس هذا أصل الطبع طيب بالنسبة للوصية الشفاء الوصية قال له لما رأى الأب إكرام عمر لابنه أراد أن يحافظ ابنه على هذه المكانة ولرب أن الرجل الأب يعني يفرح بمقام ابنه فلما رأى أن ابنه هذا مقدم على كبار الصحابة خاف على هذه النعمة أن تزود وحتى تحفظ لها سببان الشكر والأخذ بالأسباب فالشكر هذا موكول لهم للصلاة وعبد الله بن عباس على جانب العظيم من هذا بقينا الأخذ بالأسباب فقال له يا بني إني أرى عمر يقدمك على أكابر الصحابة فاحفظ عني أربع حتى يبقى هذا المكان لا تفشين له سراً ولا يجربن عليك كذباً ولا تطوي عنه نصيحة ولا تغتابن عنده مسلماً لمن؟ فقال له الرواية تختلف لما قالها ابن عباس للشعبي قال كل واحدة منها بألف الشعبي يقول له قال بل كل واحدة بعشرة ألف يعني هذه الوصية الحق التي ينصح بها الأب ابنه خوفاً عليه من أن يفقد هذا المكان لأن عمر رضي الله عنه أرضاه لو فشى سره الذي أعطاه لعبد الله لن يعطي عبد الله بعد ذلك سر ولو جرب عليه كذباً يا ذنب الله فإن الإنسان إذا جرب عليه الكذب يصعب على النفس مأم ما بلغت أن تقبله لماذا؟ حتى في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح تقول أم المؤمنين عائشة ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وإن الرجل لا يحدث في مجلسه كذبة فيقع في نفسه يعني صلى الله عليه وسلم لا يستطيع وهو أرحم الخلق بالخلق أن يقبله بعد كذبته ثم قالت حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لأن العقلاء يقولون من تجر على الكذب يتجر على ما هو أسوأ منه هذا الثاني الثالث قال له ولا تطوي عنه نصحاً فالإنسان إذا كان ناصحاً أميناً وجربه الناس بأن عوائد نصحه قائمة يقربونه أكثر ثم قال له ولا تغتابن عنده مسلماً لأن العقل يقول إذا انتقص أحد من الناس زيداً وعمراً أمامك فاخفق أنهم سينتقصونك أمامهم فحافظ ابن عباس رحمة الله رضي الله عنه أرضاه عن أبويه على هذه الوصايا فبقي معظماً عند أمير المؤمنين ورضي الله عنه أرضاه إلى موته حتى وقت استشهاد عمر كان عبد الله بن عباس واقفاً عند رأسه ماذا نقتبس من هذه الوصية في حياة العامة؟ الحياة والمشاعر الإنسانية فيها زاخرة بأمور لا تغفى على ذي بمذلكم كثير والقرب من الأكابر له مهر كما أن المرأة الحسناء البارغة الجمال مهرها غالب كبغالب وآبو فراس يقول ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر وكذلك الدنو من الأكابر إن كانوا أباءك أو إن كانوا مشايخك أو إن كانوا أستيدتك أو إن كانوا ذويجاه إذا قبلت أن تدنو من الأكابر لا تكلم طبعاً عن العموم لا تكلم عن شخص الكريم إذا قبل هذا الأحد من الناس أن يدن الأكابر لا بد أن يعلم أن هذا أمر له مهره غالب ولا يمكن أن أتقدم أنا بعد ما قال العباس لابنه فالأخذ بوصايا ابن عباس يقرب الرجل من أولئك الأكابر يجعلونه في الدائرة التي هم يحرصون على أن يكونوا فيها تأتي مسائل في الحياة الإنسانية ومشاعر الإنسانية أنا أتكلم الآن عن العلاقات التي طابعها شيء إنساني ليس الألقات الرسمية في العمل يعني تعمل في شركة تعمل في دائرة أنت لا تعمل مع الأشخاص تعمل مع الشركة نفسها مع القوانين والأنظمة لكننا نتكلم الآن في الأشياء الإنسانية في الأشياء الإنسانية المحب يجل من يحبه على أن ينتقصه أمام الغير فأنت عندما يعني تذهب لأي أحد من الناس تشكوه من شخص تحبه فغارب الظن لأنك أظهرت عيب ذلك لغيره لذلك هذا المستمع المتلقي للحدث لابد أن يفرق بين ثلاثة أمور في شكوى من الأدنى للأعلى وفي شكوى من الأعلى للأدنى وفي شكوى من الند للند ما دمت تريد أن تقوم بهذا الأمر لابد أن تعرف أي الطرائق فإن جاءك ند يشتكي من نده فأنت تكون على حضر فالكلمات تكون دقيقة جدا لأنه قد يعني صراعه أندات حتى يقحامك نفسك صعب إلا إن قبلت منهما أخذت منهما عهدا أن يقبل أن تخوض في الأمر هذا إذا كان ندا بنه الحال الثاني يأتيك الأعلى والله جعل الناس طبقات يأتيك الأعلى يشتكي الأبنى يشتكي الأدنى فهنا أدخل بلا حرج كان يأتيك أب يشكو لك ابنه فأنت لك سلطان على الإبن لأن صاحب القضية هو الأب تستطيع بأي طريق أن تنصح الإبن أو تنصح التلميذ إذا جاءك الشيخ أو ما أشبه ذلك في عرف الناس والنبي عليه الصلاة والسلام جاء اشتكى عنده عبد الله بن عمر بن العاص وأبوه عمر وابنه عبد الله لم يقل لعمر شيئا لأنه لا أعلى وإنما قال للأدنى أطع أباك ما دام حيا ولم يوجه أي عتاب أو لو من إلى عمر بن العاص رغم أن عبد الله يعني عند البعض من العلماء أفضل من أبيه طبا وورعا وما إلى ذلك كلهما من الصحابة الأخيار رضا الله تعالى عليهم لكن نتكلم بقضية الأدنى والأحلام فأنت الآن مثلا سيد السلطان لو قدر أنك زرتني في البيت ثم قام ابنائي هاشم محمد بإكرامك فيقبل منك وأنت خارج أن تقول لهما الله الله في أبيكم توصل أبناء بأبيهم مقبولة لكن لا يقبل وأنت خارج أن تقول لي الله الله في هاشم ومحمد واضح لا تقبل لا شرعا ولا عقلا ولا نقلا غير منطقية غير منطقية هذا في حالة الآن الأعلى والأدنى لا نأتي في الأدنى والأعلى إذا جاءك من الأدنى الأقل يعني التلميذ مع شيخه الطالب مع أستاذه الأمير مع تابعه الإبن مع أبيه لا تقبل لا تقبل أن تدخل في القضية العقل يقول لا تقبل أن تدخل في القضية لماذا لا تدخل في القضية أنت عندما يأتيك الأدنى ويشتكي الأعلى ابن يشتكي أباه وأنت إذا قبلت منه جرد القبول دلالة على أنه يحمل شيئا من الحق فأنت شئت أم أبيت جرأته على من؟ جرأته على أبيه جرأته على أستاذه جرأته على شيخه قبلت منه عندما تقبل منه مع الأيام مع الأيام جبرا وماذا سيحصل؟ يحصل أنه سيصبح يتقيك أنت لا يتقي أباه لماذا؟ لأن الإنسان جبل على أنه يتقي من يحكم من ينظر في القضية فالمجرم مثلا هو لا يبالي بالضحية يبالي بالقانون يبالي بالكاميرات كيف يتخفى من الشرطة كيف يتخفى من الأنظمة لا يبالي بالضحية فهو إذا كان يأتيك مرة مرتين ثلاث أربع وأنت تسمع منه فهي سيصبح سيقرأ طريقتك في التفكير فيتعامل مع شيخه مع أستاذه مع أميره مع والده بالطريقة التي تنجيه أمامك ليست بالطريقة التي يقوم بها بحقه بالواجب نحو أستاذه أو أميره أو والده فيقع مع ذلك جرأ بعد ذلك على أمون قد تخرجه حتى من نطاق أصول أخلاقه لأنه أصبح ينظر إليك لا ينظر إلى من له حق عليه في المقام الأول هذا من وجه الوجه الثاني الله عز وجل يقول لكل نبأ مستقر معنى لكل نبأ مستقر أن الأمور لا يمكن أن تبقى مخفية لا بد أن يأتي يوم يعرف الطرف الثالث يعرف الأب أن ابنه كان يذهب إلى زيد من الناس أو عمر من الناس ويشكو إليه أن ذلك يتقبل منه مرة يعني يوافقه مرات يخالفه ومرات ينصحه ويقبل لكنه إذا علم الأب بهذا فإن هذا سيحدث عند الأبي جرحا غائرا صعب جدا لماذا؟ لأنه أصبح الإبن وذلك الناصح يقولان بلسان المقال بلسان الحال ولو لم يقولا بلسان المقال يقولان بلسان المحال الأول يقول أنا لو لله ثم أنا ما كففت شر أنا الذي كففت شر ابنك عنك والثاني يقول أنا لو لم أكن لزيد أو لو لو قل لعمر لو لم أشتكي لعمر لكنت قد حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا واضح يعني 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 يقول أنا صبرت عليك وإنني خذف الصبر علي أنني أقول لزيد أو لعمر ما أجده منك ومثل هذا يعني لا يقبله أنا تكلم عن الثالث الآن لا يقبله الحر الأبي العاقل والخطأ من أين جاء جاء أن الأدنى كلم الغير في الأعلى الأدنى كلم الغير في الأعلى والغير هذا قبل قد يقول هذا أصحاب هذا التوجه المدرسة هذه تقول إن هذا بقبوله احتواه هنا الاحتواه في غير في غير موضعه لماذا في غير موضعه لأنك أنت أتركه صده صدا قويا إذا صددته صدا قويا هذا الطرف سيصبح عند أحد رجلين إما أن يعود لأميره لسيده لوالده لشيخه فيصبح حقا بارا به وإما أنه سيذهب إلى شخص ظالم شخص عدو شخص قد يستغل ذلك الأسرار التي أفشاه أو الأقوال التي قال فيضر الأول فإذا تذرر الأول مرة مرتين سيشعر بالضرر سيعرف من أين أوتي فإذا عرف من أين أوتي قطعا سيفاصل ذلك الذي أذر به يفاصله في أول الطريق ولا يفاصله في الأخير في آخر الطريق وقد قال العلماء وهذا مستقر فطام الكبير صعب صعب فطام كبير فلا تتركه يتعود 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 على أنه يتحمل كأنه تتشعره كأنه يتحمل كأنه هو الصابر كأنه الذي يتحمل كأنه فضلا على شيخه كأنه فضلا على أستاذه كأنه فضلا على أمينه وهذه كلها تهون إذا كانت بين والد ووالده ولذلك من أعلى درجات البر عند الأبناء أنه قد يوجد أبناء لا يعدل بين أبنائه ويقص على أحدهم فهذا الذي يقص عليه من إجلاله لأبيه لا يخبر أحدا بقسوة أبي عليه ومثل هذا الإبن لو وجد يعني وجدت هذه الحالة فإنه حق للأبي أن يفاخر به ولو قدرنا إن الأب لم يفاخر به فإن عظيم الأجر والثواب هذا هو حقيقة البر التي يعني يبتل الإنسان بعض الناس فيها والحمد لله قد يكون ليس هذا في أسرتك في أسرتك الكثيرين لكنه قد يوجد نحن يخاطب عامة المسلمين نقصد واحدا بعيد حالة فردية قد يوجد لكن المقصود من هذا كله أنك أي أحد يأتي يستنصحك لابد أن تعرف أدنى و أدنى ند و ند أدنى و أعلى و أدنى أنا أذكر يوجد أحد الأصدقاء لي يعني ممن أجله أنا قلبا و عقلا و يعمل في التجارة و كان له خصومة مع بعض التجار يعني كانوا شب شركاء و أنا أعلموا جللته و قدره و فضله و ديانته و تقواه و هم كانوا يعني ظلمة الله فجاءوا إلي بحكم أنني أعرفه يعلمون أن هناك بيني و بينه صداقة و ثم تسفر كان بيننا فجاءوا يقولون اسمع منا فقط رفضت أن أسمع لأن القضية ليست ندا بند و لا أعلى إلى أدنى و إنما هي أدنى إلى أعلى حتى إنني أذكر ذات اليوم كنت أخطب الجمعة و قد غلبتني ربما الخشية في الصلاة فلما خرجت انتهزوها قالوا الآن أنت تبكي و المسلمون يثقون بك ما الذي يمنعك أن تنصح صاحبك يا أخي اسمع منا و لم أقبل قولا و لا مكتوبا و لا مسموعا لماذا؟ لأن لو قبلت منهم و دخلت في الأمر و هم بعد ذلك لن يرضوا سيقولون إن الشيخ اقتنع بقضيتنا لكن صحبته منعته من قول الحق قلت لهم إن كنتم مظلومين حقا اذهبوا إلى المحكمة هم لم يذهبوا إلى المحكمة لأنهم يعرفون أنهم غير مظلومين و أنهم ظالمون المقصود لم أقبل لسبب واحد حتى نقول لهم بالحرف الواحد مثلي لا ينصح مثله في مثلكم مثلي لا ينصح مثلكم في مثله قد أنصحه أنا في باب آخر لو كان ندا أو كان مع غيره أو كان مع الأدنى لكن من الأدنى للأعلى لا تقبل قضية أنت تظن أنك تحسنه أنك تصلحه أنك تحمي ذلك الأول لكن أنت تفسده من غير لا تشعر لأنه سيصبح عليه جرأة لأن الإنسان إذا وجد من يسمع له المريض إذا وجد من يسمع له سيكون أول قناعة أنه مريض أول قناعة ذلك الموسوسين هؤلاء عندما يجيك صاحب وسوسوس أنا منها لا أسمع منه لماذا لأنني سمعت منه أقناعته أنه صادق و هو غير صادق